نعم، شكرا معنا؟ والله هي أستاذ عندي من عين عبيد ولاية قسنطينة نعم، تفضل؟ بك الفضل، عندي طفلة أخرى من لوم والأب نعم كانت من زوجة مدية واحد وسمى عنده ربيب مع مرة أخرى هي زوجة ثانية؟ نعم، أختي هي زوجة ثانية نعم حكم عليها ربي هو مات هو الأول نعم ما عندش الأولاد، ما عندش الأولاد معه نعم بقيت كذلك، أنا لا أريد أن أقوم بالأقل كذلك، دعني بالأقل كذلك، أنا أريد أن أعطي نصيباً تاعي وكذا قلت القانون، أو برو طوفية، ما عندك شخص وكذا أحترل العدلة ما أريد أن أحترم العدلة؟ أنا أريد أن أحترم العدلة أنت ماذا؟ أنا أسمى الخصم أنتحم أسمى أنا أطلب القسمة أختي أختيك للطال، ليس أنت أختيك صغيرة؟ أختي هي ماتت أختك ماتت؟ نعم نعم، إذن زوجتها ما تقبلها، إذن هي تورث عندها نصيبتها بعد ما تتوفى، فهي النصيب يتحول إلى ورثتها أعطيك، سأسمى أنا هو الوريث الواحد الحاجة الأولى، هل درته فريضة؟ درت الفريضة، ودرت النقل الملكية، ودرت الخيبرة، ودرت كل شيء إذن الآن أمامك حل وحيد، ممكن أن تكون درته، وأنك تروح أمام القاضي العقاري نعم وتطلب تعيين خبير درت الخبير والخبير يخرج يدير القسمة، ويعطيك يخرج الخبير، وقسمه، وكذا نعم وبعد، أو لو أدرها في المزد ومن المزد؟ فلان لم تدير المزد؟ لأنك استحالت وقسمها، ولا تقسم درتك،، أعطني، ولكرة، ومن 2007، أستاذ، عند أمكانين 6 مصنعわعة، ولو 17 مصنع ومعطيون هو دور وأسكا، لدي الحق نطالب في الكرة، وكما قبل أمسك نعم، لديك، لديك حق لدير قضية، ترفحها لأنك أحد الورثة، وذوي الصفة والمصلحة عندك الحق تدير قضية لأنك ماشي وحدك توريت عندك خوطك معك ورثة عندي خوطي من نمو نعم إذن توجد دير قضية تطلب تعيين خبير أيضا في قضية المحلات الخبير وشح يدير مطلوب منه المطلوب منه يحدد المداخيل منذ تاريخ استحقاق هذا الميراث منذ تاريخ الوفاة على أختك ودير الفريضة بعد ذلك راح يقوم هذا المحلات شحل تكرت وشحال دخلت أموال قسموها الورثة بناتهم واختك اللي هو تمثلها أنت كوريث مستثنات ما أعطاوك حقك لأنك أحد الورثة شارعا وقانونا ما قلنا شيء آخر قلنا شارعا وقانونا إذن عندك الحق في مداخيل هذه المحلات لأنها قتسمت بين الورثة ما يقدرش يديها واحد وحده لأنها ملك شخص متوفي عنده الورثة تقسم على الورثة تطلب طيلة السنوات الماضية بشي هذا الشكل راح يديره القاضي اللي يمكنه له أنه يدير عملية حسابية ولكن يلجأ إلى تعيين خبير في الحسابات هذا الخبير راح يقوم هذه المحلات طبقا لعقود الإيجار وطبقا للمداخيل تحذية كانوا يستغلهما ثم يقوم بعملية قسمة على الورثة اللي أنت أحد الورثة فيهم وتطلب في استحقاك الحق تلك أما ما تعلق بالعقارات فهو أيضا محل خبرة إذا استحالت القسمة إذا كانوا الورثة بزف رحوا مباشرة إلى إجراءات في البيع بالمزال العلني ويقسم الميراث على حسب الفريضة والأنصبة كروتش هلندو